احنا وسهلا بكم طلاب اكاديمية القمم الطبية في المحاضرة الاولى من كورس الميديكال بايولوجي او علم الاحياء او علم الخليات الطبي طلاب في هذه المحاضرة وفي هذا الكورس كله هدفنا الرئيسي ان نتعرف على الخلايا ما هي تركيبه ما هو تكوينه ما هي العضيات الموجودة في داخلها وظيفة كل العضيات والتطبيقات العلمية العملية على هذه العضيات يعني طلاب مثلا انتوا من خلال دراستكم بالعدادية تعرفون ان كل الخلايا مثلا بها نوات كل الخلايا بها غشاء خلية كل الخلايا بها سايتوبلازم احنا هنا طلاب في هذه المحاضرات وفي هذا الكورس راح ناخذ الخلية من وجهة نظر الطبية يا ترى النوات تحتوي على ماذا تحتوي على مواد وجينات ودين اي والكروماسومات شنو تأثير الدياني على الانسان اذا صارت مشكلة او خلل بالمادة الوراثية او الدياني شنو تأثيره على الطفل اللي نولد شنو تأثيره على المولود شنو الامراض اللي تنتقل جينيا زين آن وأنا نعرف كل شي ان كل خلية بها غشاء خلوي إذا خرب شي صدق على الخلية الغشاء الخلوي إذا دمر شي صدق على الخلية آن وأنا نعرف كل خلية بها سايتوبلازم إذا تركيب الكمياء يتغير إذا مكوناتها اتغيرت الأملاح اللي بداخله تغيرت شي صدق على المريض شي صدق على الإنسان فه��وا به officctop الهدف الرئيسي لهذه الكورس وليهذه المحاضرات رح نركز بصورة الرئيسية عن العضيات وظائفها أهميتها وإذا صارت بها مشكلة شنو ممكن تأثيرها للإنسان الهدف الرئيسي من المرحلة الأولى يعني كلية الطب شابية سس سنوات رحلة طويلة من المعرفة والعلم رح تشوف بها كل شو هاي مواد مختلفة من تشريح من علم أنسجة من علم جينات من علم أحياء من علم أمراض رح تشوف بها كل شو هاي يعني طلاب علوم رح تدرسها الهدف الرئيسي من المرحلة الأولى وتحديدا الكورس الأول أنه أنت تتعلم الطريقة الصحيحة للدراسة الطريقة اللي تناسبك أنت بما يلامك أريد أن أدسل هذه الرسالة لكم كليةكم خصوصا بداية الكورس لأن هذا السؤال دائما يدوره بعقولكم خصوصا واني من شنتمثلكم همين بمرحلة أولى شلون أدرس؟ أكو طريقة دراسة صحيحة؟ أكو فالطريقة معينة من خلالها أحصل على الدرجات أو أحصل الدرجات اللي ترضيني أنا شاب الجواب بصراحة هو ما يوجد طريقة سحرية يعني أو طريقة سرية الأوائل ظالمية عليك ما يوجد شيء شاب بحقيقة أن هناك نقاط أساسية نصائح عامة مثل شون تنظم وقتك الطريقة اللي انت من تقرر السلايدات شون تطلع من السلايدات لأسئلة شون تفهم وتحفظ process وهذا اللي راح أكون حريص أنا خلال الكورس أوضحها في كل سلايد بحيث أعلمك أنا شون شين تأقرأ وإنت بالتالي رح تأخذ الطريقة ورح تعلم من أجتها ووضيف إليها لمستك الخاصة أكيد مبدئين طلاب أنا أحب أعرفكم نفسي أنا كتاب جابر حامد بكروز طب وجراحة عامة من جامعة مغداد وأول طبيب وتدريسي في منظمة osmosis.org العالمية طلاب محاضرتكم اسمها From the atom to the cell يعني من الذرة إلى الخلية شوف راح نبقى نتكلم عن مكونات الخلية من ذرات ومواد كيميائية وصولا طبعا طلاب إلى مثال عن الذرة أو مثال عن أحد عضيات الخلية وهي مكون من ذرات أيضا أو هو غشاء الخلية في كل شوف All living organisms كل الكائنات الحية All living organisms ابتداء من From microbes to mammals من المايكروبات أو الجراثيم إلى التدييات Are composed of chemical substance هي مكونة من مواد كيميائية From both The inorganic and organic word هي مكونة من مواد كيميائية عضوية وغير عضوية أو من العالم العضوي والعالم اللاعضوي زين That appear in roughly the same proportions وعلى ما يبدو إنها بنسب تقريبا متشابه Roughly the same proportions تقريبا نفس النسب أو بنسب المتشابه And perform the same general task وعلى ما يبدو إنه هاي الخلايا أو هاي المركبات العضوية العضوية أو اللاعضوية تقريبا في كل أنحاء الجسم تقوم بنفس الوظيف يعني مثلا ما هي المواد اللي شعب غير باكم الثديات بكل أنواح النباتات والحيوانات وصولا إلى الجراثيم كنت مكونة من تراكيب ومكونات وين ثلاثل من مركبات عضوية من كيميا حياتي من بايو كيميستري هي مكونة من هايدروجين أكسجين نايتروجين كاربون فوسفورس أنت سالفر فوسفور بإضافة إلى الكبريت هذه شعب هي المواد نفس هذه هي شعب أهم شيء اللي هو الأكسجين والهايدروجين والكاربون هي عبارة عن مواد كيميائية عضوية هي كيميا عضوية لنهن المركبات لنهن العناصر لنهن الرئيسية تشكل تقريبا 99% من حجم الكائن الحي يا شاب جردنا خلايا اللي بجسمنا كليتها عبارة عن كاربون هيروجين وأكسجين صح أكو عناصر أخرى لا عضوية إن أورغانيك هلني أغلبهم أورغانيك أكو مواد أخرى لا عضوية مثل حديد مثلا زينك مثلا نحاس مثلا هاي كليتها مواد هي لا عضوية موجودة مثل كالسيوم كالسيوم هذه كليتها مواد هي لا عضوية موجودة في عظامنا موجودة في أسناننا موجودة في الدم مالتنا ولكن نسبتها قليلة مقارنة بهذه الرئيسيات فيقول لك شباب شكل 99% من الكتلة الكائن الحي وقل لك هلني المركبات أنت إذا يعني خينقول طبقتهم بطريقة مختلفة يعني ساعة تربط هايدروجين مثلا ساعة تربط أربعة غارات هايدروجين واثنين كاربون ساعة تربط لا ثمان ذرة هايدروجين وأربعة كاربون ساعة ضيف أكسجين ساعة ضيف نيتروجين ساعة ضيف فوسفر يعني ضيف فوسفات ساعة ضيف كبريت راح تطلع لك كل الكائنات أو هنقول راح تطلع لك كل المركبات الحية راح تشوفك يقول لك شباب هاي المركبات هي سوف يتم استعمالها لتصنيع شباب بتضبط الكائل الحي شون جاي يتكون هاي ذراد نتبك نحن تسوي طابوك هذا الطابوك راح نجمعه حتى يسوي لنا غرفة الغرف راح نجمعه راح يشي Gust Pet بتضبط نفس الفكرة أنه هاي المواد الكيميائية راح نترابط معناتها حتى تكون لك بروتين أو ربما مادة معينة هاي المواد المعينة ايضا راح تترابط مع مواد الأخرى راح تسوي لك عضية هاي العضية مع عضيات أخرى راح تسوي لك خلية خلية مع خلايا أخرى راح تسوي لك نسيج الانسجة مع بعض رح يسوي لك أعضاء وكائن حي فطلاب هذه هي الفكرة من الموليكولر كومبوزيشن أوب دا ليبينك سل يقولك أن الخلية هي مكوناة من ذرات هذه ذرات تترابط فيما بينها تكون مواد هذه المواد رح تتجمع فيما بينها تكون ماكرو ماكرو يعني كبير جزيئات كبيرة شو نأخذ مثال عن هذه المركبات وعن هذه الخلايا اللي موجودة في جسمنا يقولك دا سل أن الخلية هي تعتبر is the unit of life شو بالحقيقة أن الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الحياة شو بالحقيقة دا سل is unit of life هي الوحدة الرئيسية للبناء والوظيفة في الحياة لي شو كل الكائنات هي مكوناة من خلية ممكن جدا أنه أنا أكون لك كائن كامل يقوم بكل الوظائف الحيوية وهو مكوناة من خلية الواحدة نلقي هج كائنات أحادي الخلية أو ممكن مجموعة خلايا تتعاون فيما بينها فنسمي الكائن متعدد الخلايا فيقولك cells الخلايا في الكائن متعدد الخلايا function in association with other specialized cells يعني شو بيقولك أنه أنت ممكن كائن واحد مكون من خلية واحدة يقوم بكل وظائف أو أنه مجموعة خلايا تتساعد تقول يعني هن تخيلوا مثلا أنت عندك 10 خلايا يلتمون يتفقون الخلية الأولى وظيفتها تتنفس الخلية الثانية وظيفتها تخضم الخلية الثالثة وظيفتها تتحرك الخلية الرابعة وظيفتها مثلا عامية الإخراج الخلوي الخلية الخامسة وظيفتها الدافع وهكذا ممكن يقسمون الوظائف يقولك الخلايا في الكائن ممكن أنه يتفقون in association with each other أو with يعني other specialized cells ممكن الخلايا أنه شاب تتعاون أو تعمل بالتعاون مع خلايا متخصصة أخرى بس يوجد يوجد مكون من خلية واحدة شاب قطيك مثال عن خلية كبيرة بالحجم تراب العين المجرد شاب البيض البيض هو بالحقيقة شاب أي بيضة هو بالحقيقة هي مكونة من خلية واحدة هذا هو النوات هذا هو الغشاء النوارماتي البياض البيض هو شاب الحقيقة السايتو بلازم والغشاء اللي حيط بها هو كل خلية شاب تقريبا هي مكونة من هذه المكونات الأساسية أكو خلايا نباتية أكو خلايا حيوانية أحشوف بالستائجة أكو خلايا حقيقية النوات أكو خلايا بدائية النوات وغيرها although differing in size shape and function there are basic common features in all cells يقول لك مثلا بغض النظر عن أنواحهم المختلفة وأشكالهم هنا يختلفن بأحجاب يختلفن بأنواح يختلفن بأشكالهم يختلفن بوظائفهم ولكن هناك basic common features in all cells هناك أشياء مشتركة أو خصائص مشتركة أساسية basic common هناك أشياء مشتركة basic يعني أساسي common معناها مشترك features خصائص مشتركة في كل خلايا مثلا كل خلية تحتوي على سايتو بلازم كل خلايا هذانين يحتوى على سايتو بلازم a colloidal system of large biochemical in a complex solution of smaller organic molecules شوف شنو سايتو بلازم هو عبارة عن سائل بروتيني colloidal system colloid يعني بروتين سائل أو نظام بروتيني كبير يحتوي في داخله شوف شوف مجموعة من المواد الكيميائية المعقدة هذه المواد الكيميائية المعقدة ممكن أن تكون عضوية أو لا عضوية يحدث في داخلها التفاعلات الكيميائية الرئيسية لبقاء الخلية شوف 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 مثل ما تلاحظون هذا هو السايتو بلازم هو يحيط بالنواة هنا طلاب هناك مواد كيميائية وأملاح وإنزيمات ممكن يصير فيه داخلي هو عبارة عن سائل بروتيني يحتوي على ماء وبروتين هنا طلاب تحدث كل العاملات الأيضية وعاملات الهضم والغذاء لتصير فيه داخل الخلية السايتو بلازم is bounded by semi-elastic selectively permeable cell membrane وأنه نشوف أنه السايتو بلازم هو محاط بغشاء هذا الغشاء شوف شوف semi-elastic شبه مرن semi-elastic شبه مرن selectively permeable اختيار النفاذية اختيار النفاذية سامر برين هو راح تشوفه محاط بغشاء خلية شبه مرن اختيار النفاذية هو وظيفة أن يتحكم بطبيعة المواد التي تدخل الخلية والتي تخرج منها هو وظيفة أنه شوف controls transport of molecule into and out of the cell إلى داخل وخارج الخلية there are biochemical transport mechanisms that spend energy to bring substance into the cell يقول لك أنه على السطح الخارجي ما للسايل مبرين راح نشوف في نهاية هذه المحاضرة أنه هناك مجموعة من البروتينات مجموعة من transport mechanisms كان ضمن طرق النقل هناك طرق نقل حيوية متوزعة على طول السيل مبرين أنه عبارة عن بروتينات تحتاج أو تقوم بصرف الطاقة عشان تصرف طاقة من أجل إدخال مواد إلى داخل الخلية حتى وإن كانت عكس التركيز يعني شنو مثلا يعني يقول لك طلاب حتى لو كان مثلا تركيز المادة خارج الخلية قليل وفي داخل الخلية كثير المفروض المفروض يعني أن المواد تنتقل من مناطق التركيز العالي إلى مناطق التركيز الواطن زين أنا رغم هذا الشي أنا أريد هاي المادة لا تمشي بالعكس أنا أريد تمشي عكس القانون عكس المطلوب أريد تدخلها داخل الخلية يقول لك أنه السيل مبرين ليش هو اختيار النفاذية هو يحتوي على بوابات هاي البوابات طلاب تصرف طاقة spend energy حتى تجيب مواد إلى داخل الخلية لأن الخلية محتاجتها حتى وإن كان ذلك عكس التركيز الطبيعي اللي تكل المادة يعني هاي المادة موجودة بره قليل وجوه هواي المفروض يعني المفروض أنه المواد تنتقل مناطق التركيز العالي إلى الواطن هالمرة لا رح ندخلها داخل الخلية حتى لو صرفنا طاقة يعني في سبيل ذلك لأن السيل مبرين يحتوي على تلك البروتيات التي تنجز تلك الوظيفة حسنا شاب نتكلم بعد أكثر عن أنواع الخلايا يعني وفقا لنواته هناك شاب cells are protected by a rigid cell wall external to the cell membrane يقول لك رح تشوف أنه هناك بعض الخلايا هاي الخلايا محاطة بجدار خليوي مو غشاء خليوي لاحظة شاب لاحظة هاي الخلية هاي الخلية تعتبر خلية بداية النوات هذه هي بحقيقة بكترية هاي البكترية شون يعني هناك رح نسل ندرس عن خلايا حقيقية النوات eocaryotic وخلايا بداية النوات يسموها brocaryotic من جيل شاب أنت عندك خلايا بعض الخلايا شاب هذا هو cell membrane أو يسمونها plasma membrane رح تشوفها أنها محاطة باللون الأصفر مثل ما شوفون بسل وال جدار الخلي رجد سل وال يكون يعني external to the cell membrane يعني هاي شاب السل يعني plasma membrane يحاط بسل وال in most cells the chromosomes are surrounded by a membrane to form a concubious nucleus cell with specialized nuclei described as eocaryotic رح تشوف أغلب الخلايا شاب أنها تحتوي على نوات والنوات بارزة وواضحة وأنها محاطة بغشاء نووي يعزل النوات عن بقية السايدة بلازم والعضيات في الخلية فتسمى هذه الخلايا بخلايا حقيقية النوات شاب eo معناها normal eo معناها normal cario كلمة cario شاب معناها بذرة cario كلمة لاتينية معناها بذرة تجي معناها على أنها نوات eocaryotic خلايا حقيقية النوات أو طبيعية النوات مثلا أنه أنت يقول في داخل الخلية هذه الخلايا تعتبر eocaryotic متطورة حقيقية النوات راح نشوف في داخله أكو عضيات كل واحد معتهم إلى وظيفة متخصصة أكو مثلا جهاز كولجي أكو مثلا شبكة دوبلاس مية أكو مثلا ميتو كوندرية متو كوندرية وظيفة تبيوت الطاقة توفر لك طاقة أكو مثلا بلاستيدات خضراء مسؤولة عن عملية التكوين الضوئي أو البناء الضوئي مثلا الفوتو سنترسيز عملية البناء الضوئي هي موجودة بلاستيدات خضراء تحتوي على صبقة كلوروفيل واللي يسوي لك البناء الحيوي أو الفوتو سنترسيز مثلا بالبكترية أو نوع ثاني من البكترية أو الطحايا يسمونها سيانو بكترية سيانو معناها لون الأزرق المخضر يسمونها بلو جريم ألجي الفطريات الخضراء المزرقة هالي تعتبر كائنات شباب بداية النواة شنو بداية النواة معناها أنه تحتوي على ما يعرف طلاب بمنطقة نووية منطقة نووية سموها نيوكرير ريجن شوفي ما تحتوي على غشاء نووي إنما الكروموسوم مالتها إنما المادة الوراثية هي تسمح في داخل السيتوم باسم كروموسوم are not surrounded by a membrane there is a little apparatus أو sub-cellular organization lacking a dextract and nucleus organisms are said to be prokaryotic يقولك راح تشوف إنه هي ما مبسمة إلى عضيات في الداخل ومو كل عضية إلها وظيفتها الثابتة إنه there is little apparent sub-cellular organization ما كو تصنيف وترتيب وتنظيم في داخل الخلية لكن district nucleus يعني ما تشوف التنوات واضحة مستقرة إلها غشاء نووي إنما هو كروموسوم ما تسبح في السيتوبلازم وهاي منطقة أو مادة نووية تسبح في داخل السيتوبلازم فبالتالي تسمى برو كاريوتك خلايا بداية النوات كاريو يعني نوات برو معناها بداية خلايا بداية النوات هذا نحن نفقى نتكلم عن organism of special concern to biochemical engineering شوف لربما هناك بعض المواد بعض الكائنات الحية اللي يهتم بها الهندس الحياتية الهندس الأحيائية والهندس الحياتية هم يستخدمون الكائنات الحية من أجل إيجاد حلول وأدوية وعلاجات جديدة يعني مثلا هناك بعض أنواع طلاب الخميرة أو البكترية أو الطحاد أو بعض أنواع الفطر أو العفن أو بروتوزوة can feed on smaller organism in nature or natural water and in waste treatment processes يقول لك أنه لأنه بعض أنواع العفن أو البكترية أو الطحالب أو بعض المواد اللي إلها القدرة أنه تلتهم وتتناول المواد الغذائية خصوصا وين نستعمل هذه نستخدمها in waste or natural water and waste treatment processes في عملية تصفية يعني خيقوا المياه الصرف الصحي في إعادة تدوير المواد الغذائية هاي مواد غذائية عضوية تحتوي على مواد عضوية اللي هي مخلفات الطعام أكو أنواع من الخميرة دول يهتمون بها البيو chemical engineers تقوم بهضم هاي المواد الغذائية يطلع معتها غازات غاز الميثان وغيرها يحرقوا يحولوا إلى طاقة ويعيدوا تدوير أيضا طلاب هناك بعض أنواع الفيروسات يعني هنا يقول لك مهمة تجاريا لأسباب تجارية وأسباب صحية ويعادة تدوير وغيرها أكو بعض الفيروسات مثل هذا يسمونا بكتريو فيج هذا مهم هذا يهمنا لربما هاي المعلومات الفوق ما تهمنا إحنا أطباء ما يهمنا هذا اللي يهمنا هذا يسمونا بكتريو فيج هذا فيروس بإمكان أن يتغذع البكتريا هذول كلش مهمين شباب بإمكانهم أن يكتلون البكتريا بإمكانهم يدمرون هنقول سلالة من البكتري أو مجموعة من البكتري بإمكان هذا الفيروس طلب أن يقوم بنقل المادة الوراثية مالته إلى داخل البكتريا طلب هذا الفيروس كلش فاد دنيش لأن إحنا مثلا إذا نريد نصنع إنسولين شنسوي نجيب المادة الوراثية أو الجين المسؤول عن إنسولين نخليه جو الفيروس هذا هذا الفيروس طلب راح يحقن هذه المادة الوراثية في داخل البكتريا وهذه المادة الوراثية اللي هو الجين المسؤول عن تكوين الإنسولين راح يدخلها داخل البكتريا البكتريا كل ما تتكاثر كل ما تقوم بتكوين وإنتاج الإنسولين ونقوم بتجميع وتحويله وتصفيته وتنظيفه تحويله إلى أنبولة ننطيل المرضى اللي أعطيهم سكر حسنا نحكي عن جانب كل شيء مهم في محارتنا وروحها أغلب اللي قلنا إن شان تقدر تعتبرها هو مقدمة أغلبها مو معلومات طبية اللي راح نحكيه هسه ورايح هو معلومات طبية هذا هو الـ طلاب أكو نوع من أنواع التفاعلات الكيميائية تسمونا أو شنو هذه الفكرة أمالت شوفشا أنت عندك مجموعة من مواد كيميائية متشابهة هاي المواد الكيميائية متشابهة حسنا نسميها مونومير مونو يعني واحد مير معناها جسم أو يسمونا مونمر مونمر أو مونومير مونمر هي عبارة عن مواد كيميائية متشابهة إلى نفس التركيب الكيميائي إحنا شو راح نسوي شوف راح نربطهم بآسرة ونحولهم إلى سلاسل طويلة شو شوف هدولي راح نربطهم واحد وإي ثاني بآسرة وهذه الأسرة راح نتحولهم إلى سلاسل طويلة من نفس المادة شو شوف مجموعة موليمرز جاءت يتكرر لأنهم مربوطين بآسرة تربطهم واحد بالثاني فش راح نسميهم شوف هدولي نسميهم بولي مير بولي يعني متعدد مير معناها جسم أو يسمونها بوليمر بولي معنى متعدد مير معنى جسم نفسها هذه المواد لكن ربطناهم بآصرة معينة أهم المواد الكيميائية في جسمنا هي بالحقيقة بوليمر هي عبارة عن شينز سلاسل طويلة من مركبات كيميائية متشابهة هل تقول لي شلوان يعني؟ أنا أقول لك أنت عندك مثلا البروتينات البروتينات هي في الحقيقة مكونة من واضولة أحماض أمينية مربوطة فيما بينها بآصرة هذه الآصرة تسمى آصرة بيبتيدية من جديد إذا قلت لك شنو هو البروتينات راح تقول لك البروتينات هو بوليمر هو عبارة عن سلسلة طويلة من مواد كيميائية ستقول لي شنو المواد الكيميائية يعني بقوسين شنو المونيمر من جديد هاهم شي تصرف خليه بالك طلاب البروتينات ولا السكريات ولا الدهون ولا حتى الأحماض النووية يعني الديناي والآراني هي في الحقيقة في الحقيقة شعب هي عبارة عن سلسلة طويلة من مواد كيميائية متشابهة هي بالحقيقة بوليمرز شو شعب دولي كل المواد المهمة في جسمنا هي بالحقيقة بوليمرز المونومير بالنسبة للبروتين المونومير هو حامض أميني أمينو أسد حامض أميني وهي حامض أميني ثالث وهي حامض أميني ثالث مربوطين بآصرة تسمى بيبتايد فون نسميه بروتين شو هذا الموضوع ممكن يجيك من عندك كومة أسئلة وأمسكيو ركز ويا بينما أنت عندك مثلا الـ 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 أو الـ الـ تعرفوني شنو أصل لها متكونة من شنو مكونة من سكريات أحادية حلقات سكر أحادية واحدة ويا الثانية مربوطين بآصرة يسموها غلايكوسيديك بوند آصرة تسمى غلايكوسيديك بوند رح يسوي لك بوليسيكرايت شاب كل واحد من هذيني يرهم سؤال يرهم فراغ يرهم ماتشنك يقول لك البروتين هو مكون من ماذا يقول لك حامض أميني أو مجموعة أحماض أمينية أحماض أمينية مترابطين فيما بينهم ببفتايد بوند زين يقول لك الـ DNA والـ RNA من ماذا مكونية يقول لك من نيوكليوتايد مربوطين واحد ويا الثاني بفوسفوديا أستر بوند يقول لك السكريات المتعددة من شنو مكون تقول لك مجموعة مونوسيكرايت سكريات أحادية مربوطة بجلايكوسيديك بوند طلاب الدهون الدهون هي بالحقيقة عبارة عن ثاتي أسد أحماض دهنية وغلايكول مربوطين بآصات أستر أستر بوند وراح تتكون لك الدهون إن شاء الله ربما هذه الصورة أحلى أو ربما هذا السلايد إضافي من عندي هذا السلايد أحلى يوضح لك الفكرة يقول لك ترى البروتين هو بالحقيقة بوليمر مع الأحماض أمينية أحماض أمينية أمينو أسد مربوطة فيما بينه بماذا ببفتايد بوند شو شاء الله المربع هو منه حامض الأمينية بلاتهم آصر آصر بفتدية تزود لك البوتين نيوكليك أسد سواء الدياني أو آراني هو بالحقيقة شنو نيوكلي تيدات مربوطة فيما بينها بفوسفو داي أستر بوند زين البوليساكرايد هو بالحقيقة شنو شاهد هو حقيقة شاهد سيمبل شوكرايد أو يسمونه مونو ساكرايد سكريات أحادية مربوطة بما بينها بيكلايكوسيديك بوند والدهون هي بالحقيقة عبارة عن فاتي أسد ونربوطة طلاب بي أستر بوند شو شاب هذا السلايد كل شي لخص لك الحاجة اللي قلناه وياه جدول يشوفك شنو البوليمر وشنو المونيمر كل شي يساعدك ويختص لك هواي من دراستك بس لو أرجع حسنا إلى محاضرتك شاب محاضرتك شم سوية جايب هاي المعلومة المعبدة وشعورتها عليك قلت لك انت رحفتهم هنا طلاب هي هنا يجي دور تبصيد المعلومة انه انت تبحث بأساسها ومنين جاي وتفتهمها كش رحس عندك واضح شاب ماكرو موليكو ماكرو يعني كبير مايكرو يعني صغير ماكرو موليكو الجزيئات كبيرة الحجب مثلا البروتينات هي مكونة بعملية البوليمرزيشن شو هي منين جاي جايها من عملية بلمرة أو بوليمرزيشن يعني احنا جاي نربط مونيمرز صغار واحد وهي الثاني بآسرة حتى تطلع لنا سلسلة واحدة طويلة يقول لك طلاب they are typically composed of thousands of atoms or more يقول لك في الحقيقة مكونة من آلاف وملايين الذرات ليش طلاب لأنه هو مكون في الحقيقة من ماذا من البروتين مكون من أحماض أمينية هاي الأحماض أمينية مربوطة مع بعض هي حيشكل سلاسل طويلة فيشكل لك آلاف وملايين الجزيئات هي سلسلة نفسها تتكرر حامض أميني داي ربط ويا حامض أميني ثاني ويا ثالث ويا رابع ويا خامس بالضبط شاب مثل السلسلة مثل حلقات السلسلة الحلقة الوحدة نسميها منمر السلسلة كلية نسميها بونمر في ذلك طلاب أكو أربع زي يعني خيقوا المواد رئيسية بالكائنات الحية مثلا الأحماض النووي اللي هي ديني والآراني اللي هي تعتبر بوليمر أو فوات يقول لك تزق بوليمر أو فراغ نقول لك نيوكليك أسد is a polymer of what and the بوند name is فراغ ممكن كل شي جيك هالسواة شاب نيوكليك أسد هو بوليمر مال من مال نيوكليوتيدات والآصرة اسمها فوسفو داي أستر بوند البروتينات هو عبارة عن بوليمر مال أمانو أسد أمانو أسد هو المونمر اللي يربطوا واحدة وآثاني واسم الآصرة هي بيبتايت بوند البوليساكرايد هو مونوساكرايد أو سيمبل شقر مربوط مع بعضه بيجليكوسيديك بوند والدهون هو فاتي أسد مربوط بأستر بوند طبعا هناك بوليمر صناعية مثل بلاستيك يقول لك المواد الكيميائي الموجودة في أجسامنا اللي موجودة يعني دي أغراض صناعية وهذا شيء يعني يكمي همنا صراحة اللي يهمنا طلاب هي هاي المواد الكيميائي الموجودة في أجسامنا فطلاب لو نكمل كلامنا يقول لك هاي المواد الكيميائية which have molecular weights اللي وزنها الجزائي وكلش هائل ووزنها يعتبر كلش شبير وحد في عشرة ثلاثة إلى وحد في عشرة ثلاثة are created through polymeration of building blocks that have molecular weight in the range of يعني 50 إلى 100 إلى 150 يقول لك شبب هنا ذني جزائيات كبيرة بالحجم ذات وزن جزائي عالي ليش وزنهم جزائي عالي؟ لأنها مكونة يا شبب هاي الحلقات الوحدة الوحدة بالعشرة تحتوي على مجموعة الجزائيات راح ترتبط مع واحدة ثانية ويا ثالثة ويا رابعة حتى أسوي لك polymer فبالتالي طبيعي إن الناتج النهاي أو المركب كريتا أو الـ polymer راح يكون وزن جزائي كبير طبيعي هاي شبب هنا يقول لك although subtle differences do exist between the cell هناك فروقات بين انواع خلايا المختلفة كريات الدم الحمراء تختلف عن خلايا الكبد erythrocyte erythro يعني أحمى cite يعني خلية كريات الدم الحمراء تختلف عن خلايا الكبد liver cell وهذه خلايا الكبد تختلف عن خلايا العضلات المصل وخلايا المصل خلايا العضلات تختلف عن fat cells خلايا الدهون they all generally contain a greater variety يقول لك رغم هذا هم يحتوون على تنوع هائل من البروتينات في داخرهم يعني 15 of the net weight ما نوضح لك الموضوع بصورة عدلة يقول لك أن الخلية 70% منعتها ماء و30% منعتها هو بالحقيقة مواد صليبة ماشي؟ خلايا جسمنا كل خلية 70% منعتها ماء هذه الخلية ببالك أن الماء يشكل 70% من خلايا جسمنا و30% هي مواد صليبة هذه 30% شنسميها شباب؟ the dry weight يعني weight يسموها شباب يعني خنقول الوزن الجاف يعني هاي المواد الصلبة لو إحنا الخلية خنقول جففناها من المي عرضناها إلى حرارة وطلعنا المي منعتها فرح تبقى بس المواد الصلبة يقول لك نص هاي المواد الصلبة هي بالحقيقة بروتينات من جديد نص هاي المواد الصلبة هي بالحقيقة بروتينات بكلمات أخرى من جديد 70% من الخلية مالتنا هي شنو؟ هي بالحقيقة عبارة عن ماء 30% منعتها هي مواد صلبة نص التلاثين نصها نص التلاثين هي بالحقيقة عبارة عن البروتينات تقريبا هي 15% بروتينات شباب لربما هو الوصف مالك مو واضح يقول لك أنه أنت عفو نا يقول لك إن جنرالي جنرالي بسؤالة عامة أكو عندك بروتينات مختلفة بداخل الخلية تقريبا يقول لك 50% of the solid matter of the solid تقريبا نص المواد الصلبة في الخلية هي بالحقيقة بروتينات يعني قصدة نص هاي 30% هي يعني مواد صلبة بروتينات فيقول لك إنها 15% on a weight يعني weight basis يقول لك تقريبا 15% من وزن الخلية الكلي هو بالحقيقة بروتينات اللي هو قصدة نقدر نعبر عنها بطريقة أخرى اللي هو 50% من المواد الصلبة باحتوالنا المواد الصلبة كلية 30% هو نصها يعني هو ما يعادل هو البروتينات يقول لك بالحقيقة أن الخلية تحتوى على بروتينات أكثر من الـ DNA وتحتوى على بروتينات أكثر من الدهون تحتوى بروتينات أكثر من السكريات تقريبا شاب 99% of cellular molecules are water molecules أغلب الجزائيات في الخلية هي الجزائيات ماء ويشكل الماء بالنسبة للخلية 70% with water normally accounting for approximately 70% of the total weight of the cell تقريبا شاب 70% من الخلية مثل ما قلنا هو ماء 30% هي مواد صلبة نصف هذه المواد الصلبة هي بروتينات وأنه أغلب الجزائيات في الخلية تحتوى على ماء although water is obviously important to variety of the living thing the bulk of our attention is usually focused on the other 1% of the biomolecules يقول لك رغم أن الماء يشكل أغلب حجم الخلية مالتنا بس إحنا نريد أن نركز على 1% من المواد الحية يعني شنو قلنا شاب قلنا صح الخلية أغلبها تحتوى على ماء بس إحنا نريد أن تركيزنا على الباقي على التفاعلات الأيضية التي تصل بالباقي على الواحد بالمية الباقي حسنا شباب رح نبقى نتكلم أكثر عن composition and structure and the function of the biomolecules بعد شباب رح نفتهم أكثر عن المواد العضوية الموجودة جو الخلية عن الـ DNA وعن الـ RNA عن السكريات وهذا شباب جدول نهاي إذا تدخت من الأرقام هذا هو جدول نهاي يشوفك شون أنه المي هو 70% البروتين تقريبا 15% الـ RNA يشكلها القد الـ DNA يشكلها القد الدهون السكريات المواد العضوية هذا شباب جدول مثالي يوضح لك الخلية شقد مكوناتها شنو مكوناتها بالضبط يعني إذا أنت تحس أنه الأرقام اللي دوختك بهذا السلايد فلا تخاف أنه أكون هذا الجدول اللي هو واضح بكل نسبة يعني نسبة لكل مادة هذا شباب نتكلم عن biomolecules الموجودة بالخلية molecules found in organisms يسموها biomolecules أي عضي أو أي جزء أو أي مادة كيميائية موجودة في كائن شنسميها؟ biomolecules مواد كيميائية أحيائية لأنها موجودة في كائن حي and they obey the same rule of physics and chemistry وهي المواد لعب بالك أنه هي مثلا على سبيل مثال الدياني الدياني إذا لقيتها بخلية وإذا جبتها بخليةها بالمختبر هو نفسه يخضع لنفس القوائل الكيميائية والفيزيائية الدياني إذا أنت صنعتها بالمختبر ما جبت خلية نقطة الدياني لا أنت صنعتها بالمختبر شفته هو مش المكون من نيتروجين وبروتين عفوا من نيتروجين وهايتروجين وكاربون وانت ربطتها بالمختبر وسويته راح يشوفها نفس الخصاصة الكيميائية والفيزيائية في الخلية أو في المختبر بايوموليكوز يعني تحتوي أو نعتبرها تحتوي على مكرمون مثلنا بروتينات من الأمثل على البايوموليكوز عن الجزائيات الأحيائية مثلنا بروتينات كاربوهيدرات الدهون أحماض النووية كونية تنذني هي عبارة عن مواد كيميائية لأن هي موجودة في داخل الخلايا اجتميناها بايوموليكوز أيضا شوف كيمة بايوموليكوز نقصد بها كل نواتج عملية الأيضية شوف شين عملية الأيضية لما الجسم يهضم لماد هذه تسمى عملية الأيضية عملية الهضم استخدام الإنزيمات في تفاعل كيميائي لإنجاز وظيفة تسمى عملية الأيضية من الممكن أن هذه العملية الأيضية تطرح فضلات هذه الفضلات أيضا تعتبر بايوموليكوز حبارة عن مواد كيميائي في داخل الخلايا فيقول لك it also include in primary and secondary metabolites of natural products بعد بايوموليكوز consist mainly of كاربون هيدروجين ناتروجين أكسجين سلفر و فوسفر هي مكونة من المواد الكيميائي التي تذكرناها كاربون والهيدروجين والناتروجين والكبريت والفوسفار بايوموليكوز are very large molecules of many atoms that are covently bounded together يقول لك أنه دين البايوموليكوز أغلبهم عبارة عن جزيئات كبيرة مترابطة مع بعضها بأواصر تساهمية are covently bounded covalent bound هي آصر تساهمية مجموعة من المواد الكيميائية والذرات مترابطة فيها مع بعضها بآصر تساهمية هذا الشي يشوف ناس هنا بالبولومرز بولومرز من البروتينات أو كاربوهيدرات أو سكريات يعني الدهون أحماض نووية كنت يشوف عبارة عن مجموعة من جزيئات مربوطة فيما مع بعضها بأواصر هاي الأواصر شكل سياسر طويلة شخص يقول لك يقول لك يقول لك أنت أغلب المركبات الكيميائية في داخل الخليجة بس مو كلها هي مصنوعة بأحد أنواع المونومرز الرئيسية يا أما مصنوعة من نيوكليوتايت يا أما حامض أميني يا أما أماينو أسد يا أما شوفاتي أسد أو شجر سمبل شجر يقول لك يعني ذن المونومرز اللي سوونا البولومرز يعني هنه يدخلنا في تركيب أغلب المواد الموجودة أغلب الخليجة هنا شوف بدي أعيد لك الفكرة يقول لك ترى أنت هذن السكريات والأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات هذولي هما هذول راح نستعملهم بنربطهم واحد وآية ثانية عشكل سلاسل طويلة حتى يسوون يعني المركبات الكبيرة مثلا مثلا احنا سكريات تربط فيما بينها لتكون بوليساكرايد مثلا مثال على البوليساكرايد هو النشئ أو غلايكوجين مثلا الأحماض الأمينية ممكن ترتبط فيما بينها حتى تصوير لك بروتين النيوكليوتيدات ممكن تربط فيما بينها حتى تكون لك النيوكليك أسد أحماض نووية وكروموسومات شوف الفاتي أسد الأحماض الدهنية ممكن تربطها فيما بينها وبآسرة تسمى أستربونت حتى شي تكون لك دهون فإذا شوف هذه المونوميرز ممكن أن تستعمل لبناء أغلب يعني البولوميرز أو الارج بايوموليكول طلاب هنا إحنا عدنا معلومة مهمة يقول لك قل لك شوف ترى البيوموليكولز هي نفسها في كل أنواع الحياة أو كل أنواع الكانات الحية على صعقه أرضي شو المعنى شوف يقول لك ترى أنت البروتين اللي يكون شعري هالسآنة هو نفس البروتين اللي يكون شعرك يعني هو البروتين هذا اسمه كيراتين كيراتين اللي يكون شعري هو نفس اللي يكون شعرك مجرد أكوناس أتهم بروتين إضافة اسمه الميلانين اللي هو صبغة يخلي شعرهم يصر أشقر أو يخلي شعرهم يصر أحبر أو يخلي شعرهم يصر أغتفائه يخلي شعرهم يصر لون رصاصي أو أبيض يعني مثلا عدت المثال الجلد ماتي هو يحتوي على مجموعة من بروتينات هذه أنا أو أنت نفس الشيء تخيبوا شبابي الموضوع يصل حتى للحيوانات يعني الشعر مالتنا إحنا هو نفس المادة يتكون الكيراتين هي نفسها يتكونة يعني الشعر عند الحيوانات فيقول لك طلاب All forms of life هي مكونة من نفس الـ يعني البروتينات اللي عندي نفسها اللي عدتهم البروتينات أو السكات اللي عدنا نفسها اللي عدتهم التركيب الكيميائي مثلا للأضافر مالتنا هو نفس التركيب الكيميائي للمخالف مع الأسود والنمور لكن الفرق شبابي بس مجرد الشكل ما أنت يختلف Bio molecules are organic molecules especially macromolecules like carbohydrate protein in all living organs هي شو معنى شبابي أنت من تاكل تفاح السكريات اللي بيها في داخل جسمك تتكسروا بنفس الطريقة يتتكسر عند كائنات أخرى بشر آخرين حتى عند حيوانات آخرين All living forms من بكترية والجي طحالب نباتات حيوانات هي مكونة بصورة الأساسية من نفس الماكرومolecules والجزئات من نفس يعني قصدة شباب من نفس الأحماض الأمينية والبروتينات اللي موجودة في الحياة يعني شباب مثلا جسمي أنا حتى يكون إنسولي راح يحتاج أحماض أمينية إنسولين هو هورمون والهورمون يعني هو بروتين والبروتينات مكوّل بسلسلة من أحماض الأمينية بجسم الشباب الأحماض الأمينية نفسهم موجودة بكائنات أخرى لربما أكو اختلاف حامض أميني زايد حامض أميني ناقص بس الفكرة إن الأحماض الأمينية نفسها اللي كونت الإنسولين المالتي ممكن يتكون الإنسولين في كائنا آخر صح أكو اختلاف يعني حامض أميني زايد حامض أميني ناقص بس الفكرة العامة أغلب تركيبة من شابه يقولك شاب يعني هنا يعني أي جزئة تحتوى على كاربون هذا يسمونه بايوموليكول شاب هذا هو جدول كامل يوضح لك إنه شنين مكونات الخلية شون إنه الماء يشكل 70% من عتها والبروتينات هي تشكل جزء الصلب يعني شاب أخبركم هذا هو الجزء السائل من الخلية وهذا هو الجزء الصلب هذا هو 30% نصفهم تروح للبروتي المستعش يعني 50% من 30% ليه 15% تقريبا إلى 18% هي بروتينات أكثر شيء موجود في الخلية هو البروتينات حتى أكثر من الدييني والآران هس شاب راح نأخذ مثال عن أحد عضيات الخلية اللي هو السال ميمبر versão غشاء الخلية شوف خيروا غشاء الخلية ما انت نفسه هو غشاء الخلية ما لل مثلا النباتات نفسه هو غشاء الخلية يشابه الغشاء الخلية في حيوانات أخرى كل الثديات تركيب الكيميات لغشاء الخلية يشابه يشابه إلى حد كبير شوف يقول لك السال ميمبرين أيضا إلى اسم آخر يسمونه بلازم Customer أو مرة يسمونه سايتو بلازمك ميمبرين أو يسمونه بلازما لمة إلى أربع تسميات كليتهم نقصد بيهن نفس التركيب تقدر تسميه بلازما ميمبراين تقدر تسميه سيل ميمبراين تقدر تسميه بلازما لمة يعني هذا الاسم قديم بلازما لمة كليتهم شوابهم ودوني نفس التركيب هذا هو غشاء الخلي It is a biological membrane هو عبارة عن غشاء عضوي حيوي that separates the interior of the cell from the outside environment هو يفصل ما هو في داخل الخلية عن ما هو في خارجها بحيث شاب أكو تسمية للموضوع هاي الخلية الغشاء الخلية هو ليفصل ما هو في داخل الخلية تعرفون شو نسميه شاب نسميه intra في داخل الخلية intra cellular بينما اللي هو خارج الخلية شو نسميه extra cellular extra cellular space شو شاب هذا غشاء الخلية cell membrane يقسم لك مكونات ومحتويات الخلية من سايتوبلازم كلية هذن شو نسميه intra cellular space خارج الخلية من خلايا أخرى تخيلوا عف تخيلوا انه هناك خلايا أخرى تحيط بالخلية أو لربما هناك سوائل لربما هناك شرايين هذا كل ما هو خارج هاي الخلية نسميه extra cellular space it consists of شين مكونات طلاب double بحظي lipid by layer with embedded proteins شو شاب هو مكون من طبقتين من الدهون بحظي طبقتين من الدهون شي سمومنا مغروس بداخلها مجموع من البروتينات شاب هاي البروتينات هي هاي النواقل اللي تنقل المواد اللي يقولنا عكس التركيز هاي البروتينات اللي موجوده هي ممرات تنقل المواد وظيفة الرئيسية لغشاء الخلية هو أن يحمي غشاء الخلية أنه يحمي الخلية من محيط مالته بالحقيقة طلاب أنه غشاء الخلية هو من اسمه اختيار النفاذية هو يختار المواد التي تدخل إلى أو تنفذ إلى داخل الخلية اختيار النفاذية هو يختار المواد التي تنفذ إلى داخل الخلية أو تخرج هو يشتغل مثل السيطرة يحدد من يطب ومن يطلع هذا الموضوع مهم في إغاية الأهمية خلينا ندرس التركيب الكيميائي لغشاء الخلية غشاء الخلية هو مكون من طبقتين من الدهون شب هذي هي دهون وهذه هي دهون هاي الطبقتين من الدهون شب بها الشكل شب بها الشكل عارفيا لأنه هي أتهم ما يعرف بالهد وهذا هو تيلز يسموهم هذا الذين يعني وهذا الهد الرأس الرأس وذيل شب شب بها الشكل هنا طلاب المادة حتى تعبر المادة الكيميائية حتى تعبر يجب عليها أن تكون شنو قابلة للذوبان في الدهون باعتبار أنه مكون من طبقتين من الدهون فهنا القاعدة شو تقول أقول أن المذيب يذيب وشبيهه يعني أن تكون قابلة للذوبان في الدهون أو بكلمات أخرى أن تكون مادة غير قطبية قابلة للذوبان في الدهون هاي قاعدة رقم واحد قاعدة رقم الثين أن يكون حجمه هالجزئة حجم الجزئة صغير يعني مثلا الأكسجين حجمه صغير يعبر يقدر يلقى لمسافة بين الخلايا ويعبر مثلا يعني مثلا ثاني أكسجين الكاربون حجمه صغير بإمكانه أنه يعبر لذلك يا طلاب ضروري أن يدخلونه ببالكم هاي القواعد يقول لك أنه العضايات الجزئية أو المواد العضوية هاي ممكن أنه تعبر بإضافة لأنه حتى يساعد عملية مرور وتبادل يعني وتبادل المواد الغذائية إيش أكو أكو بروتينات هاي بروتينات وين موجودة؟ على السل ميمبراين هاي بروتينات تعمل كممرات كجسور فلنشي يسموه شاب يسموها البروتينات العابرة للغشاء ترانس ميمبراين هي تعبر الغشاء بحده تكون جسر يعبر المواد بتحتاجها الخلية أو يطرح المواد اللي بتحتاجها الخلية هذا هو تركيب الرئيسي للسل ميمبراين لذلك هو وذلك هو مهم جدا لبقاء الخلية وديموميتها طبعا طلاب وبنهاية هذه المحاضرة أشكركم جزيلا شكرا على حسن استماعكم أتمنى أن تستفاديتوا من المعلومات اللي موجودة أتمنى أنكم يارب كل التوفيق بحياتكم ونشوفكم بأعلى أعلى المرأة